منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة وجه سيادة رئيس عفتاح السيسي بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في غزة مع التشديد على رفض مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة من دكتور دياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية صباح الخير يا رحيكي دكتور منوارك صباح خير يا فندم صباح خير أهلا بحضرتك خلينا نبدأ مع حضرتك من حيث يوصل قطار الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا ما يحدث في قطاع غزة والحديث عن ورقة مصرية أو عن مبادرة مصرية لحل الوضع في قطاع غزة الحقيقة الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول لاندلاع المشكلة الأخيرة إنما هي موجودة في القضية كل الوقت وطول السنين لكن إذا تحدثنا عن الواقع الآن نقول أن الدبلوماسية المصرية يعني لم تنتظر لحظة بدون جهد في كل الاتجاهات ولكن مهم جدا أن نعلم ونضع الضوء على المواقف الأخرى والمواقف المتشددة لهذه المفاوضات مصر تقدم اقتراحا طول والآخر وترى بمنتهى الواقعية السياسية أنه يجب وقف إطلاق النار إدخال المساعدات هذا منذ اليوم الأول للمشكلة في 7 أكتوبر ووجدنا أن هناك تشددا كبيرا تضيع الوقت مسألة خطيرة ويجب على الإدارة الفلسطينية بأصواتها المتعددة أن تصل إلى صوت فلسطيني واحد لأننا نرى أشياء على الأرض تثير وتعطي الفرصة تثير الأسئلة وتعطي الفرصة لإسرائيل لتفعل ما تفعل الآن كان السؤال في البداية ماذا لو أتت هذه الحرب وفي موقف فلسطيني موحد لا كان الأمر سيختلف كثيرا ده هناك مفاجآت كبيرة يعني صحيفة لوفيجارو الفرنسية صرحت بأن خالد مشعل وهو قيادي حماس صرح بأنه منفتح وحماس منفتحة على الاعتراف بإسرائيل وهذا تغيير في المنهة الكبير ظهرت مفاجأة أخرى منذ أيام ولكن الحقيقة المتابعة للتحليل السياسي لا يتفاجأ كثيرا يعني أنا لا أتفاجأ الحقيقة إنما هي بالمعنى اللغوي تصلح مفاجأة إيران تقول هذه العملية 7 أكتوبر والمتحدث الرسمي للحرس الثوري الإيراني اسمه شريف شعبان أن هذه العملية انتقاما لمقتل قاسم سليمان ثم عاد رئيس الحرس الثوري ونفى ذلك ثم عاد وقال حزب الله حسن نصر الله هذه عملية فلسطينية الآن هل هذا وقت ليه التنازع على هذه الفكرة وفي الأخير من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني بالضبط وحضرتك زي ما تفضلت من يدفع الثمن أخيرا الطفل الفلسطيني المواطن الفلسطيني يجب أن يكون هناك حرس اليوم الجمعة ستستقبل مصر وفدا من حماس للمقترح المصري الذي قامت مصر بتعديله مرة أخرى حتى يصبح عليه توافق يجب أن تشعر إدارة حماس والإدارة الفلسطينية عموما بأن توحيد كلمتهم أساسي حتى لا يعطي الفرصة لإسرائيل أن تقول هذا يقول وذاك يقول يجب أمام العالم أن يبدو الصوت الفلسطيني صوت واحد يجب أيضا الاهتمام بإقدارة الوقت لأن هذا الوقت ليس بالأيام الآن يجب أن يكون بالساعات بالساعات على الأقل خلينا نعرف من حضرتك عشان برضو المشاهدين ومتابعين معنا المقترح المصري ونقاط الخلاف اللي عضلت بعد ذلك الحقيقة المقترح المصري الأخير وهذا لم يكن المقترح الأول هو لحماية القضية الفلسطينية لحماية أرواح العزل والبسطاء من الجانب الفلسطيني سرعة إنهاء الأمر على الأقل لأنه لن يتم في النهاية إلا على طاولة مفاوضات ولكن التأخير له ثمن مكلف الأول قبل ما أقول حضرتك المقترح المصري وتعديله نقطة مهمة جدا في علوم التفاوض ونحن نقوم بتدريس هذا في كتب علوم التفاوض ما هي كروت التفاوض الذي لدى هذا الطرف الطرف ألف والطرف بيه كروت التفاوض في يد حماس ما هي هذا مهم لأن هذا الذي يعطيك قوة التفاوض صحيح فإذا لم يكن لديك قوة في التفاوض إذن يجب أن تكون مارنا على الأقل وإلا ستدفع ثمنا مكلفا جاءت المبادرة المصرية تأجيدا على مؤتمر مصر الدولي للسلام في العاصمة الإدارية 21 أكتوبر شوف كم بقى فقدنا كم شخص من 21 أكتوبر ونحن نقترب من 31 ديسمبر هذا مكلف جدا طيب لو رجعنا للمقترح إيقاف فوري على الأقل لمدة أسبوعين هدنة لهذه الحرب الغير متكافأة تماما وبعد ذلك دخول مساعدات ممكنة لأنه وصل الأمر أن كل ألف متر فيه 12 ألف فلسطين كل ألف متر هذا شيء غير طبيعي وهو يعني أشياء أخرى يعني أن هناك مجاعات وأن هناك أمراض وأن هناك أوبئة القصة كده طيب المبادرة ماذا تقول المقترح المصري الجديد يقول أنه يجب تبادل مبدئي للأصر على أن تفرج حماس عن الأطفال والشيوخ والنساء كما تطلب إسرائيل في البداية من الرهائن لديها وأن تطلق إسرائيل 140 أسير من لديها المرحلة الثالثة أن يكون هناك تبادل للجثامين من هنا ومن هناك لا نعلم طبعا لأنها محادثات سياسية سرية في أغلبها لا نعلم على ماذا تعترض حماس على ماذا تعترض إسرائيل لأن إسرائيل بدأت في منورة أخرى جديدة وهي تفتح ممر مائي أو تريد بين قبرص وغزة لتبتعد تماما عن المشكلة ظهريا لإدخال المساعدات ولكن بطنيا عشان تخرج الفلسطينيين الموجودين نتيجة الضغط اللي حاصل يعني يضغطوهم من الشمال للجنوب وبعد كده يضغطوهم في الجنوب وأحاديث كاذبة وطبعا زي ما بنسمع الأكاذيب اللي بتنتشر عن قيام قوات الاحتلال بعمليات في محور فلادلفيا كل هذا التصعيد الحاصل وكل ما يحدث هدفه هو تهجير الفلسطينيين قصرا وإن كان يدعي قوات الاحتلال أو تدعي قوات الاحتلال بأنه هجرة طواعي الحقيقة دي ملاحظة لها دلالة وعميقة فعلا المعلن شيء وهذا نعتاد عليه والتجربنا السابقة تقول أن إسرائيل تمارس هذا المعلن شيء والواقع شيء والنواية شيء آخر إسرائيل قالت نحن مفاتحين على المقترح المصري مجلس الحرب سيدرس ولكن هذا التباطؤ إسرائيل أثناء هذا تقوم بإبادة جماعية وبهدم شديد مش للبنية التحتية لا خلاص البنية التحتية كانت مرحلة وانتهت البنية التحتية الآن لهدم كل ما هو فوق الأرض وبعدين تتجه إسرائيل بتصعيد إلى جنوب لبنان وتطالب بشكل واضح وعلني ورسمي بأن يكون هناك وراء نهر الليطاني أول قوات لحزب الله طيب السؤال المهم ماذا ينوي حزب الله ما هي الأوراق التي لديه أي معركة عسكرية وأنا لست متخصص في الشؤون العسكرية ولكن على الأقل بالمنطق لابد أن تكون مستعدا فما هي استعدادات حزب الله لمعركة بمثل هذه العنف وإسرائيل تتوعد إذن لا تحطيها الفرصة فكر ماذا ستفعل ما هي خطوطك التالية ما هي أماكن القوة لك وأماكن الضعف وما هي الفرص وما هي التهديدات ده سوات أناليسيس القوة الضعف عندي إيه قوي عندي إيه ضعيف إيه الفرص اللي قدامي وإيه التهديدات اللي عند إذا اتبعوا هذا وإيه الخسائر يعني يجب أن تحسب الخسائر حتى لو كنت قوي الخسائر دي بقى أماكن الضعف اللي عندي اللي هو يتقال على ده على الإسوات أناليسيس وده علم وعلى فكرة المفاوضات علم وليست اجتهاد ولا يمكن أن تلجأ إلى الصوت العالي فتكون مفاوضا جيدا أو المناورات الغير محسوبة القرارات أثناء الأزمات قدارة الأزمات الدولية هي أيضا لها كتب وعلم وقمنا بيه يعني دراسات وتأليف كتب في هذا الشأن الموضوع علمي أنه هو القرار أثناء الأزمة مكلف جدا هذا أمر بقى أريد أن أطرحه لأن أثناء الأزمة أنت خلاص في وسط الأزمة القرار الذي يتخذ من الإدارة الفلسطينية يجب أن يعلم إما أن يكون ماءا يطفئ النار وإما أن يكون زيتا فيشعل النار لازم اتخاذ قرار وحسابات تكلفة القرار تكلفة القرار إيه وبالتالي أنا أراها فعلا لا أبالغ يعني بعض المبالغات يقول لحضرتك بالدقيقة حكون متوازن وواقعي وأقول لحضرتك أنها على الأقل بالساعات ولكنها ليست بالأياب التكلفة بالساعات على مستوى الأدوية الأكل المياه المستوى أرواح المدنيين أرواح المدنيين اللي في النهاية كل ده حيأثر على تكلفة باشعة لعزة لأطفال ليس لديهم حلول لقد ذهبوا إلى كل مكان حتى الأنروا صرحت منذ أيام الأنروا وقالت لا يوجد مكان آمن في غزة طيب إيه هي نقاط القوة لدى المقاومة الحقيقة أنا الآن أراها بواقعية برضو عشان الناس بتتصور أشياء لا أريد أن أخذ فيها يعني تتصور أنك حينما تتكلم بأمل شديد وإن كان وهميا فأنت متفائل وإذا تحدست عن الواقعية فأنت متشائل بعيدا التحليل السياسي والاقتصادي بعيدا عن التفاول والتشاوم لا يوجد مسألة اسمها أعطيني أمل أمل الحمس الشعبوي والتعاطف شيء هو الواقع شيء بالضبط والمفاوضات مع دولة زي إسرائيل هي تحتاج إلى مفاوض على أسس علمية يدرك تماما ويدرس نفسية الآخر أسلوبه في التفاوض حتى كيف كيف تفوز عليف مفاوضات وأنت لا تعلم كيف تناول كل الخيوط أماكن القوة لدى المقاومة الفلسطينية ونحن نسميها المقاومة ولكن إسرائيل تسميها حماس وتضع أهدافا غير ملموسة حتى تستفيد بالوقت لأنه مش خسران هو عمال يضرب عمال يكسب فهو كل ما بيهد بيشعر أنه مرتاح طب في مشكلة لا تعطي هذه الفرصة فكر ماذا عن غد وحينما تشاهد نشرة أخبار أمس وكانك تشاهد نفس نشرة الأخبار منذ أسبوع منظر ومظاهر ومشاهد طبعا أماكن القوة عنده ضعيفة وعليه أن يقول لنا هو على ماذا ينوي يعني يحتجز الناس والرهائل طب إسرائيل على فكرة فيه مظهر عبسي آخر هي بتفرج عن بعض الأصر وبتقبض على نسجه ده يعني برضو ده مظهر أخي ممكن 4500 من الضفة الغربية مظهر عبسي يفرج لك عن 150 200 300 وبعدين يقبض على الناس تاني من قتلوا في الضفة بعيدا عن غزة كمان يعني غزة عدت الـ 21000 هذا الذي تم إحصاؤه وهناك أكتر من 34000 وكنت منذ يومين يعني في جلسة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جلسة رسمية عادية ولكن مندوب فلسطين أشار إلى أن المفقودين أعداد ضخمة وأن المباني أكتر من 350 ألف مبنى تهدم رقم رائب وهذا مندوب فلسطين في المجلس الوحدة الاقتصادية العربية طيب السؤال إلى أين وهذا بقى الذي مصر التسعى إليه يجب يقف هذه الحرب فورا يجب فورا ثم مفاوضات ماذا نستطيع أن نفعل المساعدات هناك بقى قضية جانبية ظهرت نتنياهو يناقش مع بايدن قضية الضرائب وتحصيل الضرائب للفلسطينيين لا لن نعطيها المسألة أكبر كثيرا من الضرائب ثم افتعال أزمة بايدن يقول لنتنياهو هذا ما تسرب ومن أنه تسرب إذن هو مقصود المكالمة انتهت المحادثة انتهت هذه لن تخدم القضية الفلسطينية وليس تزيل أولوية الآن أموال الضرائب هي فريات يعني بتحول بها قوات الاحتران تشتت لانتباه أو التركيز بشكل عام لكن سؤال آخر برضو يعني يتبادر للذهن حتى الشرع العربي كله هل من قضاء الحرب الدائرة على قطاع غزة وبإذن الله يعني تنقضي قريبا هل من قضاء هذا الوضع فيه قطاع غزة ينقضي أيضا الأحداث الجارية بسبب هذه يعني ما يحدث فيه البحر الأحمر ما يحدث حتى فيه جنوب لبنان كل هذه التصاعدات اللي احنا بنتباهها واللي مصر حذرت منها من بداية الأمر مصر كانت تحذر من فكرة التصعيد لقضايا أخرى ولسراعات أخرى دي الحقيقة هو المنطقي أنه حينما تتوقف المشكلة الأصلية تتوقف المشكلات المبنية عن المشكلة الأصلية هذا هو المنطق ولكن فيما نرى من سياسة ونرى من بعض المنظمات الدولية المنطق لا يحكم الأشياء لا يوجد منطق لأنه مثلا حينما نذهب إلى المنظمات الدولية تقف عجزة بعد أكثر من 80 يوم هذا يعطينا أن هناك شرخا كبيرا في المنظمات وقد صرح بهذا لفروف وزير خارجية روسيا منذ أيام في القمة العربية الروسية أو المؤتمر أسف المنتدى العربي الروسي في مراكش قال أن هناك شرخا كبير وطبعا وده أمر منطقي هناك شرخ السؤال هذه التدعيات الجديدة وتؤثر على الملاحة العالمية وتؤثر على التجارة العالمية فيما بالمندب وفي البحر الأحمر وحتى هذا الطريق الطويل الضغط عبر رأس رجاء الصالح مكلف في الوقت ومكلف في المال رسوم التأمين أصبحت ضخمة جدا على البضائع في عالم يعاني من تضخم اقتصادي بالفعل فكيف يحتمل تضخما جديدا إذن المنطق أن تقف حرب غزة حكومة في فلسطينية هناك قبول مبدئي وأخشى أن يكون منورة سياسية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية حتى أن هناك أصوات فلسطينية تطالب بحكومة جديدة قوية فلسطينية موحدة وأن تكون ممثلة فيها حماس لكن إسرائيل يمكن أن تذهب بعيدا وتقول نحن نريد القضاء على حماس ولا يجب أن تدخل في حكومة ولكن حماس في النهاية هي ليست جماعة فقط في مكان معين نستطيع القضاء عليه وبالتالي هذا هدف في اتفاض إسرائيلي يسمح لإسرائيل بالاستمرار والتجاوز إلى ملا نهاية في انتظار القضاء على حماس نحن طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وعلى الرؤية الشاملة أو توضيح الرؤية الشاملة الأمي بها مصر خلال الفترة الأخيرة شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجي